لقد ظهر من ينكر الله تعالى علانية ودون حياة وهذا ما جاء في الحديث من أنه علامة على القيامة ولا شك أن هذه الفتنة إنما كانت بعلم الله تعالى إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكتر فيها الهرج والهرج قتل لم تخل الأرض في أي وقت من الأوقات من الصراعات بين البشر غير أن هذه النزاعات وحتى القرن العشرين كانت محلية بمعنى أنها اقتصرت على أماكن بعينها دون غيرها أما الحروب التي مست البشرية كلها فهي الحروب التي ظهرت في القرن العشرين ففي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية فقد الملايين من الناس حياتهم وأصبح الكثير منهم بلا مأوى كما فقدوا أيضا أقاربهم وأهليهم لقد دخل القرن العشرون فاندلعت معه حروب كثيرة ثم ما لبثت أن انتشرت وتوسعت على سبيل المثال الحرب الكورية وحرب فيتنام والحرب في فلسطين والحرب بين العراق وإيران وحروب الخليج وحرب البوسنة والحرب في فلسطين والشيشان وأفغانستان وكشمير وبلغت تأثيرات الحروب مدى كبيرا بسبب التطور المستمر في تكنولوجيا الأسلحة والحرب فاستعمال الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية خلف مجازر جماعية مريعة وظهور تيارات النزعات العرقية والفكرية شهد زيادة ملحوظة خلال القرن العشرين فالأحداث التي تسببت فيها النزعات الأيديولوجية ونزعات التمييز العرقي أدت إلى قتل عشرات الألاف وجرح أعداد كبيرة أخرى من البشر فخلال القرن العشرين أصبحت الصورة في العالم تعبر عن مرحلة خطيرة من فقدان الإنسان لإنسانيته وحسب ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة فإن ما يقع في المرحلة التي نعيش فيها اليوم هو من الأذلة على قرب قيام الساعة ترجمة نانسي قنقر إن من أشراط الساعة وأعلامها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها رأينا في الجزء السابق الدمار الذي تسببت فيه الأسلحة التكنولوجية المتطورة خلال القرن العشرين وهذا الدمار أصاب المدن الكبيرة أكثر من سواها ومنذ وقت ليس ببعيد بدأ الإنسان في استخدام الأسلحة النووية والقنابل الكبيرة ذات التدمير الكبير والصواريخ الموجهة بالليزر وما شابه ذلك من الأسلحة الأخرى وهذه الأسلحة المرعبة تسببت بدمار في المدن الكبرى لم يشهد التاريخ مثله من قبل فاستعمال القنبلة الذرية على مدينتين في اليابان تسبب في إزالتهما من الخريطة بشكل كامل كما أن المدن الأوروبية أصبحت خرابا كاملا بسبب القصف المتواصل عليها فالحروب الكثيرة التي وقعت في القرن العشرين أحدثت دمارا لا مثيل له فإراء أن الكوارث التي حلت بالأماكن المكتظة بالسكان لم تكن فقط بفعل الإنسان فبعض المدن الكبرى أيضا أصابها الخراب والدمار بسبب الكوارث الطبيعية فهناك أماكن كثيرة من العالم عرفت خسائر كبيرة بسبب الزلازل والأعاصير والرياح الشديدة وهنا يجدر بنا التوقف قليلا والتأمل فالباحثون توصلوا إلى نتيجة تدعو إلى الاستغراب الشديد لأن الكوارث الطبيعية التي تحدث في وقتنا الحاضر شهدت زيادة غير عادية من حيث شدتها وأعدادها فعند البحث في الكوارث التي وقعت في القرن العشرين يلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بينها وبين الكوارث التي وقعت على مدى التاريخ وهذا يشكل دليلا آخر من الأدلة التي تحدث في آخر الزمان حسب ما ورد في الأحاديث الشريفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر